السلام عليكم ده تماما ولكن في مواجهاته دايما مع الرئيس التحرير اضطر بعد كده محسن ان هو يعمل حاجات الموضوع ده فكرني على طول بمحمد ادم عمر صديق او محمد ادم عمر اسحاق حسب الجرائد اللي كتبت في الوقت ده الاجنبية كلها انه هو سفاح الجميلات محمد ادم عمر اسحاق افتكروا الاسم ده كويس هو سوداني الجنسية هنعمل بلاي باك وبعد كده هنرجع لمحمد ادم تاني سفاح النساء اللي انتك سنة 1970 فؤاد المهندس الصحفي صاحب المبادئ والموصل ملقاش بعد كده حاجة ان هو يعملها الا ان هو يفبرك الاخبار ويتجل للصحافة الصفراء حسب السياسة التحريرية بتاعت الجرنال بتاعه في الوقت ده اخترع موضوع انه هو كان في حد قتل كذا واحدة ستة المهم جاب بعد كده خطبته وقال لها انا هقتلك وهنطلع موضوع اللي هو القتل وبعد كده ان انا قدفنك في مكان معين وبعد كده هيبقى في حاجة موضوع كبير قوي انا هشتغل عليك يا صاحفي اسمه سفاح النساء بالفعل مع عامل كده محسن وبعد كده على طول جيس سفاح الاصلي حطوا جث عنده في حديقة بيته او في بيته محسن بعد كده قدتهم بعد كده اللي هو فؤاد المهندس في فيلم سفاح النساء قدتهم بعد كده بقتل خطبته اللي هي ما تقتلتش اصلا ولكن الموضوع كبر قوي والدنيا زاطت فيلم كان جميل سنة 1970 نرجع تاني بعد كده سنة 98 ونرجع تحديدا للسوداني الجنسية محمد ادم عمر اسحاء اللي الصحافة في الوقت قالت عليه دا قالت ان هو عنده من 45 سنة ل 52 سنة يعني في السرش بتاعي لاجت في ان محمد ادم عمر دا اللي هو السوداني الجنسية اللي كان عايش في صنعاء في اليمن كان عنده 45 سنة حسب ما يقال في بعض الصحف في الوقت دا وحسب ما يقال في بعض الصحف التانية ان هو كان عنده 52 سنة محمد ادم عمر دا كان سنه هنقول 45 او 52 مش تفرق كتير ولكن هو سوداني الجنسية عايش في صنعاء عايش في اليمن وتحديدا عايش وكان شغال مساعد مشرحة في كلية الطب جمعة صنعاء الموضوع ابتدى سنة 98 لما حصلت كذا حالة اختفاء لبعض الفتيات اللي هما بيدرسوا في كلية الطب سنة 2000 الموضوع كبر خالص لان العدد زاد وبقى في اللامون بعدها على طول جابه محمد ادم عمر اسحاء اللي هو السوداني الجنسية اللي شغال في المشرحة مساعد مشرحة جابوه بعد كده لانه هو كان متهم قبلها بتلت او اربع سنين انه هو كان بيجيب الكائنات الحية وكان بيقطعها والموضوع تعرف وجابوه وبعد كده اعترف محمد ادم عمر اسحاء اللي هو يقال انه هو عنده 52 سنة في الوقت ده او 45 محدش يعرف في السيرش قال انا فعلا من وانا صغير كنت بتجه ان انا كنت بقطع الارانب وبقطع الحيوانات والحاجات دي كلها وبعد كده جيت عيشت في صنعاء وعلشان كده اشتغلت في المشرحة يقال انه هو قتل اكتر من 27 واحدة واحدة ستة في صنعاء تحديدا صنعاء وقتل اكتر من 16 واحدة في اليمن واكتر من 11 واحدة في السودان ويقال انه هو قتل كمان بنات في اريتريا وفي نيجيريا برضو في صنعاء في اليمن برضو طالبات في كلية الطب في جامعة صنعاء هو في الوقت ده بيقول ان المشرحة كانت سايبة والدنيا كانت سايبة فالدنيا كانت عندي سهلة اوي في كتبهم اللي انا كنت عايز اعمله في اي وقت طيب بمواجهة محمد ادم عمر اسحاء اللي هو سفاح الجاملات اللي هو لقب بسفاح الجاملات في الوقت ده عن طريق انه هو قتل اكتر من 56 واحدة هو بالفكرة على فكرة هو كان بطل في السودان في الملقم جسمه كان بيساعده انه هو يجيب الضحايا بتاعته جوه المشرحة بالغصب او بالرضا وبعد كده يقال انه هو بيموارس مع الشزود او الجنس وبعدها على طول بيقتلهم هو قال حسب تصريحاته وحسب اعترافاته في الوقت ده قال انا كنت بقتل الجاملات لانه هما كانوا يستحقوا الحياة الافضل من كده وانا استحق ان انا ادخل جهنم ربنا يحرقك بجزو سخي ما علينا قتل اكتر من 56 واحدة قالولو بعد كده في التحريات وفي المباحث والحاجات دي كلها معرفش بقى زمان كانوا بسموا ايه الشرطة ايه مباحث ولا ايه المهم قالولو بعد كده طب ما انت مقتلتش مراتك ليه هو كان متجوز وعنده ولد وبنت قال لهم ببساطة خالص انا متجوزش لان امرأي لا تعتبر من صنف الحريم انا ما كنتش بقتل الا الجاملات فلقب بكده سفاح الجاملات في اليمن في صنعاء سنة 2001 تحديدا بعدها على طول جت احدى الصحفيات وبعد ما تسجل محمد ادم عمر في السجل جت له احدى الصحفيات المشهورات في الوقت ده وراحت سجلت مع الحوار قال لها على الكلام ده كله وقال لها الليلة اللي احنا حكيناها دي كلها في الوقت ده قام عليها والحرس موجودين وراها ورا الصحفية وراح هجم عليها وقال لها انا هوريكي انا بعمل ايه في الصحفيات الجاملات اللي هم شبهك بالزبط جريت الصحفية في الوقت ده وزعقت كابلوه بالاكبال الحديدية كلهم تاني ورجعوه في مكانه تاني عارفوا ان هو في الوقت ده مجنون رسمي هو كده كده اصلا مجنون بس يعني لما هجم قدام الامن كله على الصحفية اللي هي كانت جاية تسأله في الوقت ده عن القضايا اللي هي اللي هو عملها او ان هو ارتكبها والمجزرة اللي هي النسائية اللي هو عملها اكتر من ستة وخمسين او ستين ستة جميلة مختلفة الجنسيات اصبح محمد ادم وعمر سفاح الجبيلات محمد وعمر دلوقتي الله اعلم ده ميت ميت ولا عايش ولا حي زي ما قلنا ربنا يحرقوا بجاز وزخ ولكن الفكرة في كده في حاجة واحدة مصر مش هي البلد الوحيدة اللي فيها جرائم البلاد العربية مش البلاد العربية الوحيدة اللي فيها جرائم البلاد الاوروبية من بداية الخريقة الدنيا كلها فيها جرائم من ايام هبيل وقبيل والدنيا فيها الجريمة مبدأ الثواب والعقاب الحمد لله موجود وربنا سبحانه وتعالى العدل هو اللي حظه دي راقم التنين تاني حاجة لو احنا شفنا ان الفيلم ده اللي انتج اللي احنا تكلمنا عليه في البداية اللي هو سنة 1929 اللي هو صفاح النساء هنلاقيك برضو كان مختبس من قصص اجنبية كانت بتحصل في الدول الاجنبية وخاصة اوروبا وامريكا والحياتات دي كلها وبعد كده عرب في مصر واشتغل بعد كده فيلم الصفاح النساء ده والفيلم ده جاب عدد هائل جدا من المشاهدات في الوقت ده في السينما المصرية سفاح النساء ده تحديدا كان شبيه بمحمد ادم عمر اللي هو سفاح الجميلات اللي هو لقب بسفاح الجميلات واصبح من اشهر الناس اللي هما قتلوا السيدات من سنة 98 2000 2001 عن طريق انه هو قتل اكتر من 60 واحدة والله اعلم وهو بيقول انا مش فاكر العدد اللي انا قتلته لو احنا فكرنا في الليلة كلها هنلاقي ان الناس دي شواز الناس دي نوادر الناس دي فلتات في المجتمع مش هما الاساس اللي في المجتمع صنعاء بلد من اجمل البلاد العربية اللي موجودة في العالم العربي كله صنعاء هي عاصمة اليمن صنعاء اليمن السعيد صنعاء اللي هي بترتفع عن الارض بحوالي 2256 متر صنعاء البلد السعيدة ولكن بتحصل فيها جريمة وبتحصل فيها جرائمة واللي يدور هيلاقي من سنة 2000 ومن سنة 50 ومن سنة 40 الجريمة كده كده موجودة محدش يقول ان الجريمة بس بتحصل في مصر الجريمة بتحصل في كل بلاد العالم فيه ناس بتحط رأسها في الرملة وفيه ناس تاني بتواجه الجريمة وبتقول الاهداف واحد اتنين تلاتة وان الجريمة لا تفويد صباح افوالي صباح افوالي